مرحبا بكم الجديد في قناة المحترف للشروحات نواصل معكم سيسير الدورس الخاصة بهواتف جاومي رادمي و بوكو درس اليوم نتعلم كيفية استرداد الملاحظات ولا لينوت الخاصة بهواتف جاومي في تطبيق الملاحظة الخاص بهواتف جاومي يعني أحيانا قد نحذف ملاحظة مهمة كتبناها هنا على هواتف جاومي و رادمي و بوكو ونرغب في استعادتها كيف نفعل ذلك؟ أولا سوف نحتاج إلى الذهب إلى الإعدادات ثم نذهب إلى الأسفل إلى الحسابات هنا أدنا حساب جاومي حساب جاومي يجب أن تكون قد فعلت وفتحت حساب جاومي من قبل جيد جيد الآن سوف نذهب ونضغط على كلمة جاومي كلود سوف ننزل إلى الأسفل إلى الأسفل هنا يجب أن نكون قد فعلنا المزامنة في تطبيق الملاحظات كما تشاهد الآن أنا عندي آخر مزامنة منذ ثلاث دقائق أي شيء الآن أكتبه في تطبيق الملاحظات خارجيا هنا سوف يتم رفعه مباشرة على حساب جاومي الخاص بي فإذا قمت أنا بحذفه من هنا سأجده في حساب جاومي لازال موجود الآن سوف أحذف مثلا هذه الملاحظة كما تشاهد الآن سوف أقوم بحذفها حذف النوط للتجرب الآن كيف سوف أستعيدها من حساب جاومي سوف أدخل على الحسابات هنا سوف نضغط على كلمة العناصر المحذوفة كما تشاهد الآن وسوف أنتظر قليلا هنا عندي الملاحظات سوف أضغط على كلمة الملاحظات وسوف أجد هنا ها هو حذف النوط للتجرب الذي حذفته الآن هذا هو حذف النوط للتجرب سأجده هنا وسيمكنني استعادته في مدة يعني أقصاها ثلاثين أيام كان معكم قناة المحترف للشراحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا